حلقة النهاردة عن البطاطس في اليابان فيه انواع كتيرة وغريبة جدا خلينا نشوفهم بس نبدأ الاول بالانواع العادية النوع الاول بطعم الملح طعم عادي جدا النوع الثاني بطعم الجبنة بس مش اي جبنة دي جبنة هوكهايدو واللي هي محوصة في شمال اليابان مشهورة بمبتجات الالبان اللي بعد كده النوع الثالث بطعم التوم النوع الرابع بطاطس بطعم الجنباري زي ما انتو عارفين اليابان مشهورة بالمأكلات البحرية النوع الخامس ده برضه بطعم الجنباري بس مش بطاطس ده بوزه زي ما بيتقال عنه في مصر النوع السادس بطاطس بتعم النوري واللي هو نوع من انواع الطحالب واللي عادة بتتباه على شكل شرايح لونها اخطر غامق مسود والشرائح دي ايه اللي بتعمل منها السوشي النوع السابع بطعم نوع معين من الشويو واللي هو فول الصوية النوع الثامن بطاطس بوزه بتعمل بزلة النوع التاسع بطاطس بتعمل شوكولاته فكرة جميلة ان يكون فيه بطاطس بطعم حلو مش حدق النوع العاشر النوع ده عبارة عن بطاطس بطعم الاماء او الامابوشي واللي هو خوخ بري مخلل طعمه مميز جدا لانه حلو لازع ومالح في نفس الوقت النوع الحداشر النوع ده بتعمل سبع انواع من الخضروات زي ما هو مرسوم على الكيس من برا او مكتوب من ورا زي سبانخ طماطم جذر وغيرهم النوع الاثناشر النوع اللي فات اتكلمنا عن بطاطس بتعم الخضار لكن النوع ده عبارة عن خضار مجفف تحديدا بطاطا وارعا على شكل شرايح زي البطاطس النوع التلاتاشر والاخير زي ما احنا عارفين البطاطس بتقطع على شكل شرايح او صوابع النوع ده بطاطس صوابع بطعم السلطة محطوطة في كباية زي ما شفتم ان في انواع كتيرة من البطاطس في اليابان الحقيقة في اكتر من كده بكتير يعني انا مرة اشتريت بطاطس بطعم ستروبيري شور كيك سؤال الحلقة لو كان قدامك فرصة تاكل نوع واحد بس من الانواع دي احتختار اني طعم ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب للقناة وطبعا كومنت الجو فيه على سؤال الحلقة وكمان شاركونا بانواع مختلفة من البطاطس لكل بلد القناة اشتركوا في القناة